اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم كنت نسكنوا بخير والأخير مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس اللي معي منذ بداية القناة كنرحب بالجميع اليوم المهم فيديو ديالنهار اللي مشي تاخددشي حويجاتها كيا خاصيني في الدار ومهم طان هنشارك معكم طريقتي اللي كنحضر بيها الملوي صراحة كل شي غالي مهم معانينا ضروري ما الانسان كيشري دك شي اللي خاصه وكل واحد كيمشي الاحساب بستامو كما كان قولو مهم هدا هدا الطون انا كناخد هدا دي الكيلو صراحة كينفعني ميانو ديك صراحة كينقامو غاليين وانا كناخدو كنقسمو هكيا في طويسات كنديرو في المجميد ما كيوقع له حتى شي حاجة راح كيبقى مزيان كما كنديرو الرغيفات في المجميد كما كنديرو اللحم في المجميد هذا حتى الطون حتى هو كنديرو في المجميد ما كيوقع له ووالو او لبشرط انكم يعني النهار اللي كتحلو فيه العلبة هادك النهار كتقسمو هكيا او كديرو في المجميد انا خديتو بخمسة وستين درهم هدا الطون دي المهاجر ما لقيتش اللي موال فكا ناخد خديت هذا سافي ما يمكن استفادك شي ديالي كامل بالنسبة للتقضية ديال الهري دكشي اللي خاصني اراني خديتو فليبا تركو عارفين ديري 12 درهم في الهري الكيلو انا تناخدها كياء لحسب الوليدة الدكشي اللي كيبغيو يعني واحد الكيلو را كيكون قادني في الشهر لان احنا مشي عائلة كبيرة بالسف هدا ما كيينو من طبيعة الحال ضروري من الخميرة بشان عجنو ما بقيتش كاللقى ديك الخميرة المعجونة يعني كيكون هاكي يغيف وصارحة وغالين بزاف يعني انا ما هاد شهر هدا ما مشيتش لالك عقفوغ للمرجان لانو فعلا 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 كيديرو لك انو كيين لبخموسيون هاد شي اللي كين غادي نستفد شي ديالي كامل هاد الخميرة هادي من طبيعة الحال را معروف تمن ديالها را هدير خمسة دراهم عند ملهري وفلي غونت شوغفاس ديالين لها ربعة دراهم فاصلة تسعين يعني ما ما دي بلاتايش على هاكي حاجة او لجوج ديال الحويج وكتخدي حويج اخرين يعني بالتامان تقريبا اللي كتكون زيدة فيه ثلاثة دراهم ربعة دراهم صفيت شي اللي كاين موهم استفدت شي كامل كل حاجة درتها في مطعها هاد القهوة هادي صراحة زوينة ديال كاريون ثلاثين درهم الرابعة ايه هربعة بثلاثين درهم شوية غالية ولكن موهم مدق ديال هارا زوين بغابوغ مع قهوة وحدين اخرين اللي تزادوا في التامان حتى هما لانو الحسب ما قل السيد بان القهوة كاملة تزادت ما بقاتش يعني را الحاجة اللي كانت رخيصة رخيصة قاعتها هي را تزادت صفيت شي اللي كان نقوم فيه شو حتى هو تزاد وهذا ديال مش ماش هاد لامخ هادي باركة تقريبا ما كيناش قا نهائيا وتزاد فيها تقريبا شي درهم ونص اول هادي هادي كنت كان ناخدها بثلتاش شوية ولت بخمستاش دبا اختيتها بستاش يعني ستاش عند ملخزين ففي مرجان اولا كارفوق ضروري ما انها غادي تكون يعني اما هاكا يكب سبعتاش الدرهم اولا مهم غا تكون زايدة صفيت شي اللي كان وغادي نستفحة العطرية ديالي ضروري مهم النهار ديال النهار ديال ديال تقديارة ضروري من تستاف ضروري من روينة وخمان ديش مع ديك الروينة يعني ديال كيبقى الكاكيا كل شي خسك ترده البلاستو خسك تمسحي خسك تغسلي تحي ديالي اللي كانت عندك دوزات لك واحد المدة بحل دبا انا هيا العطرية طحنتها جديدة فديك شي شوية اللي كانت بقات عندي غادي نديرها من الفوق باش كنستعملها هي كان كنستعملها كل دابة ما ديرها من الفوق باش كنا اقول حوالة لكي في كل ثانين دوزات ملاحباة حول كيبقى الكاكيا الكاكيا اللي كانت باقشور باقشور بغاو ادرارة تقريبا رهد الاليهات تقريبا راهد ديال ليها ديالك نص النهار ديال صباح ما بين السخرة وما بين اضافة سميدة وممكن اضافة الفينو وممكن اضافة سميدة او القمح او الفينو مع учاية ومكانazione اضافة فى مصر موش قنيась واضافة طريقة للعجينة صافي كما كتشوفوا ركن عجنه عادي. واللي بغا تديرو في العجانة او لاي اداة كتعجن بها فراه ممكن غير هي هاد العجينة باليد هي زوينة كتحيد سترس ولكن اللاني كتقهرني شوية العجينة باليد كتكدرني في الديه الصراحة صافي كنبدو كندلكو انا مغان دلكوش مزاف هو ديال السميدة هادا هاد المسمن او للملوي ديال السميدة كي يبغي الكف كي بغي انه يتعجن كي بغي تدليك 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 حسى ديك السميد كي يطلقها كيك ديك الخيوط دياله ولكن باش نسهلو المأمورية فكما كتشوفو جمعتو دلكوغير واحد شوية ما كاملة شي واحد خمسة دقايق وجبت واحد تشوبينة او لابواطة درت فيها شوية ديال الزيت ودرت ديك العجين ديالي ورانا خليت العشية كامل عذا براه هادا هادا باش غادي النوت باش اناني غادي نورقو هنا خديت شوية ديال الزيت كيبقى على حسب العبار ديالكم على حسب شحل درتو ديال العجينة وخديت شوية ديال سميدة حتى هي درت فيها ديك النص شوية ديال الخميرة ديال الحلويات وشوية ديال السيس باش غادي نتلقوا الارغيفات ديالنا هانتو ما شوفو العجينة راها اعطات طوع وطلقات واللت يا سلام هنا غادي نبدك نقطع فيها هكا انا مبغيتش نجيرهم كبارين بزاف او لصغارين بزاف مهم كتجيها كاي الحبش باية هادي اللي درت انا بالقرام تقريبا غيكون فيها واحد سبعين ثمانين قرام يعني ما فيتها هاش صافي غادي نشكلهم كاملين بنفس الطريقة وكندهنهم بزيت ومن بعد غادي نبدأ كنورق هاد هاد المقدار هادا ديال العجينة راها خرج لي تقريبا 11 ملوية اللي يعني كما قلت لكم فيها فيها ثمانين قرام ماكسيموم انا ما عبرتش بالطبط ولكن راهمني غادي تشوفوا يعني الحبارة جاة تبارك الله كبيرة كبار من هادك اللي تنشريوها كاياب بجوج دراهم اما بحال هاد القياس هاد رسيت باع بثلاثة الدراهم خلاص يعني المخبزات را كيبيعو حتى ضرب عادية الدراهم صافي كنبدك نطلقو هادي اللولية كانت ما مطلقاش ليه مزيان داكشي علاش دارت ليه تقبات ليه من واحد القندر لكن ماشي مشكل كنطلقوه حتى كي بدك يبنيا سطح العمل يعني كنت القرقيق وكندهنو بدك المزيج دي الزبدة هنا ستعملوا اي زبدة عندكم الا المارغارين المارغارين ما صالحش بحالة ما انكم كتو غا تعمرهم ديرون فالفران وخا ولكن هكا الا المارغارين انا ما صالحاش ليهك ما كنديرهاش درت الزبدة حيوانية اولا زبدة هكا يا زبدة زبدة سانترالهان سما كي ما كتشوفوا فمنين كنكون كروريه ما كان زيار شي دي باش منه كي طيب كيجيني هكا فيش من الداخل امورق كنتلقو دبر العجينة طلقات مسيان يعني كتصرح عادي فاسي المو وبنة اللي فيه بهت الزبدة هادي ارى منعودش ليكم مره كل شي تبارك الله المغربيات كيعرفوا يصوبوا الملوي حتى المصريات ما شاء الله عليهم حتى هما كيعرفوا يصوبوا يعني تقريبا نرى بحل بحل ميشالتيت ديالهم مهم انتم متشوفوا كنترقو هكا يا يعني هكا الفحل غني ندير رغيفة وهنا كندير شو دي السمينة وكنبدأ كروري ويدي مرخوفة وكندخل هاديك طريف الخراني كندخل جنيب هكا وجنيب هكا وغادي نستمر بنفس الطريقة وغادي نطلق فيه باش غادي نطيب هادي صراحة كين بزاف ديال الطرق ديال هكايا الملوي انا اول مرة كنشارك معكم مقيلة طريقة ديالي مرة اخرى ان شاء الله نشارك معكم الطريقة ديال الخلاط الملوي في الخلاط يعني ما تتعجنيه ما تدلكيه ما تشي حاجة ونشارك نديروه بحليب كي يجي ابنين كتر من هذا هاد شي اللي كاين صراحة ما كنشاركش بزاف ديال فيديوهات لانه ما يمكنك تشعرفوا القناة ديالي صغيرة زيد عليها انه التفاعل ما كينش فيديو يالله كيوصل لك واحد ميت مشاهدة هذا على يومين ثلاثة ايام فذك الشي اللي كيزيد يعقز ولكن مهم هاد شي اللي اطالله اه صافي كما كتشوفوا فاطلقتها هنا هي المقلة ديالي المقلة تقيلة اولا مهم درتو فلاب لك اللي بغيتو انا درتو كما قلت لكم درتو معكم تقليدي اه بلا درتو فلاب لك راح كيسر بكم راح كيسر بكم راح بقلية شاركت معكم داك الملوي مكلت مني نكطي بها كيف ديك لاب لك راح كديري ربعة دقة واحدة ولا هادا يعني راح فيه ساعة كيوجد ما كتكمليش فيه ساعة هذا المقلة كيكون طائب صافي هنا كما كتشوفوا فكي ندير لي هي شي شوية زيت من الفق وكم داك نقلب فيه راتي تنفخ غي هو متي تنفخش بحال ديك يعني بحال المسم من المربع كيتنفخ تيبان لكم من جنيبات هكي يراها من يفخ وجاي من الداخل مورق وفتيتي وكم داك نقلب كنقلب حتى كي ياخد لي واحد الوين انا هنا شي وحيدة شي وحيدات لي غنديروا بهم القطة راني حمرتهم تحميرة كاملة مكمولة ولي بغيهم هكا ينديرهم فتلاجة للفطور رخليتهم هكا شوية ما ماشي طايبين نص طيبة انا ما كيعجبنيش داك الملوي طايب نص طيبة فحالك يجيب لي الله انني مينتا نقاود نصخنو بحالة زيت تقاسو لما نعرف يعني انا غايتا نخليلو هكا غير شي شوية فين غادي يزيد يتحمر وكأنها نتو مرة كي اخد واحد اللون ما شاء الله كامدة كنقلب موما تتشوفوا مرة تنقلب بيدي ورة تنقلب بسبات شويلة موما يقبلوا علاختكم وصافي وهذا هو الم المليوي ديالي شوفو كيف يفججة رائع وبنين انا ما تنديرش الملوي بزاف عادة كنشريه ولكن لولادي الزوج لكل شي قلك لا ما ما بتقايش شري لنا الملوي صوبيننا ديالك في الدار لانه طبعا لحال شي حاجة ديال الدار هكا رح كتكون بنينة وشخطو اننا نحنا تنديرو يعني الزبدة فكيكون كيكون المدق مختال في تماما على ديال الزنقة فكنتمنى انه الفيديو يكون نعجبكم واللي وصل حسنا هنا تنقول ليه ما تنساش اللايك والتعليق وبرتاجي القناة باش تزيد العائلة ديال نتكبر ونزيد نترجاع انا نحط وصفات اخرى خليت لكم مرة حول هنا في امان الله وما تنسوش البصيمة اسلام عليكم